أعتقد الأجواء كلها مطمئنة تماماً لكن كابت النشطة كان بيشير إلى الأهمية بتاعة المباراة أستاذ حامد النقطة المهمة جداً لأول مرة تقريباً من أكتر من عشر سنين الجهات الأمنية توافق على خمسين ألف في الأستاذ الأهل بيرجع يلعب للأستاذ القاهرة يرجع يلعب قدام تقريباً ساعة كاملة كنت لسه بقوله المهندسة عادلة وحشنا أخبار حركة النقل العام في نقل الجمهور أيها فين خدمة الأستاذ لا الحقيقة أنا متابع طبعاً الموضوع لحظة بلحظة وفي تفاصيل كاملة لكيف سيقوم نهاية النقل العام القاهرة بترتيب هذه الأمور ووضح أن الأمور ستبقى سهلة جداً ويسيرة أيها فعلاً هي خدمات النقل العام بتفاصيلها وإن شاء الله تدخل الجمهور لأنه طبعاً دي حتبقى سهرة رمضانية مباركة بإذن الله هو بس أنا عايزك تلمس نقطتين ماذا يعني أو تعني هذه الموافقة اللي كلنا الحقيقة كنا نتمناها لكن برضو فيها عنص المفاجأ إنها تقبل وما هو المطلوب للحفاظ عليه هو الحقيقة أنا أزعم أنني يكون صاحب مبادرة الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وإنه يعني الأستاذ كان فيه سبعة وستين ألف كتب كتب في مناسبة آه وقبل كده إحنا كان فيه مئة ألف في بطولة أفريقيا وهكذا فطلبت وكنت متواضعاً في طلبي إنه السمح خمسة وعشرين ألف بعدها خاطب النادي الأهلي آه وزارة الداخلية رسمياً فكان الرد الذي أثلج صدري كمصري وكأهلوي كمصري أولاً لأنه أنا أرى إنه آه مصر بخير الأمن والأمان في مصر يعني تقدر آه مش بس تتأمن خمسين ألف لا تقدر تتأمن خمسمائة ألف وأكثر يعني أنت أمن مصر كلها مصر الكبيرة دي مؤمنة الحمد لله وأهلها يستمتعون بأمن وأمان كامل فأيضاً هي رسالة نعم هي دي الرسالة هي دي الرسالة وأنا لا أرى سبب يدعونا إلى إنه ما نفتحش لستدلق في جميع المباريات ويبقى هذا المشهد العظيم خصوصاً إنه في دول فيها حروب في دول فيها حروب والملعب فيها ويبقى كامل في سوريا في العراق عندما استضافت كاس الخليج وكان مشهد عظيم جداً لعودة الحياة في عراق الحضارة وفي كل مكان وإحنا عندنا أعتقد هي أيضاً ثقة ورهاد ترجمة نانسي قنقر